وعلشان نفرح حضراتكم قلنا نجيب لكم المحتويات الجديدة لقنوات ممتازة على النايل سات زي ما احنا نجيب لكم دائما القنوات الجديدة والحصرية ايضا بنجيب لكم المحتوى الجديد والحصرية هنعرف دلوقتي ان شاء الله مع بعض في مفاجأة معنا في حلقتنا النهاردة على قناتكم قناة ابو الصحاب سات ايه هي القناة وايه هو المحتوى السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في قناتكم قناة ابو الصحاب سات ياريت يا جماعة بعد اذنكم محد الشنسة ينور التعليقات بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله ولو لقيت اي حد من اخوتك كاتب تعليق بالصلاة والسلام على رسول الله اعملوا لايك ورد عليه الصلاة هنروح دلوقتي على اول سؤال معنا وما هو اول تردد للقناة علشان ما نساش القناة اللي معنا في حلقتنا النهاردة انا جايب لكم ترددين بيشملهم نفس المحتوى ونفس القناة واحد حزمة عامة والتاني حزمة شرقية هنخش دلوقتي على اول تردد اللي هو الحزمة الشرقية تردد ده على فكرة حزمة شرقية بعد كده هنروح على التردد الحزمة العامة اللي هيكون 12604 او 605 هنروح على الاستقطاب اللي هيكون حرف الفي او عمودي تمام معدل ترميز 27500 تمام حضراتكم ده اول تردد معنا في حلقتنا النهاردة وهنشوف هنا في هذا المكان اسم القناة اللي بعد البحث سيتم مظهورها عند الجميع اللي داخل هذا التردد وتاني سؤال معنا في حلقتنا النهاردة ما هو التردد الثاني الحزمة العامة للقناة اللي معنا في حلقتنا بس في البداية بتمنى من جميع مشاهدنا في كل مكان ياريت محد الشنسة دعمه للقناة بالضغط على زر اللايك صدقني اللايك بطاح حضرتك ده بيفرق عندي كتير لان هو اللي بيخليني استمر وقدم لك كل جديد فلو حضرتك عايز يوصلك مني كل جديد اعمل لايك واعمل اشتراك وفعل زر التنبيهات وعلشان تفرح غيرك اعمل مشاركة على الفيديو ده وتاني تردد موجود معنا هيكون عشرة تمانية واحد خمسة ممكن تخليه تمانية واحد ستة عادي معدل ترميز خلينا بس الاول في الاستقطاب علشان يبقى جنب التردد اللي هو حرف او افقي معدل ترميز سبعة وعشرين الف وخمسمية او سبعة وعشرين الف وربعمية تسعة وتسعين ما فيش مشكلة من تغيير التلت ارقام الاخار يعني ما تعلهمش اوي او ما توطهمش اوي تمام هيزهر هنا قدام حضراتكم الاسم الخاص بالقناة التانية اللي داخل هذا التردد وطبعا لو اي قناة ما ظهرتش فهتمسح التردد وترجع تضيفه تاني من جديد وقبل ما اختم حلقتنا عايز اقول لحضراتكم على نصيحة لوجه الله تعالى الا تجعل المشاهدة تلهيك يا صديقي عن العبادة وعن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن حياتك اليومية دائما نظم وقتك وخلي كل حاجة في حياتك يكون ليها وقتها ودي نصيحة لحضراتكم تظروني في الفيديوهات القادمة لو عشت وكلين عمر كل سنة وحضراتكم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله